بثت وكالة إعلامية مقطع فيديو يظهر اختبار مشروع مسجد متحرك في اليابان وتسعى اليابان من خلال هذا المسجد المتحرك الذي يستوعب 50 مصليا إلى حل مشكلة نقص المساجد في البلاد وذلك قبيل انطلاق فعالية الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2020 كلفة الشاحنة تبلغ حوالي 100 مليون ين أي ما يعادل 900 ألف دولار إلا أن شركة المحة لتخفيض سير حيث عرب رئيس المشروع نماله في توفير مكان يستطيع فيه الرياضيون والمشجعون أداء الصلاة